السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير لكم جميعا وأخيرا إلقاء القبض على الشخص اللي كان مختبئ في الغابة السوداء جنوب غرب ألمانيا نحن قلنا أنه الموضوع هو مسألة وقت لبين ما يتم إلقاء القبض عليه فعلا الآن الوحدات الخاصة الألمانية قامت بإلقاء القبض عليه وبناء عليه كان فيه الآن مؤتمر صحفي حضرته أنا بشكل كامل لايف كان النقل تحدثوا فيه عن طريقة إلقاء القبض عليه كان موجود في الغابة هو وجالس وحاطي تدامه المسدسات الأربع كان أخذها من الشرطة سابقا وأيضا حطت قدامه فأس ورسالة على ما يبدو أنه هي رسالة توديعية يعني كان هو متوقع أنه يتم إلقاء القبض عليه تم محاصرته بشكل كامل بالهيكوبتر والشرطة وكل الأشياء فهي فعلا كانت فقط مسألة وقت وأثناء عملية إلقاء القبض عليه الوحدات الخاصة أحد الأشخاص منهم أصيب إصابة خفيفة وأيضا الشخص كمان نفسه أصيب إصابة خفيفة يقول نحن يعني أو شي حاولنا نحكي معه ما كنا حابين نعمل حمام دم ولكن على ما يبدو بعدين أنه تم إلقاء القبض عليه بشكل آخر قال التكتيكات اللي تم استخدامه يعني هي سر ما بيدروا يفصحوا عنه طريقة إلقاء القبض عليه هاي ربما من أسرار المهنة يعني كما بيقولوا فألقوا القبض عليه والآن هو موجود عند الشرطة الألمانية الخبر الثاني المهم في ألمانيا محاكمة أحد الأشخاص والحكم عليه بسنة وسبعة أشهر سجن مع وقف التنفيذ ولكن بسبب الغش على الدولة أخذ مساعدات بسبب هذا الوباء بغير حق نصب على الدولة الألمانية 21500 يورو أدم عدة طلبات في برلين للدولة أنه عنده شركة صغيرة وهالأشياء فحصل على مساعدات يعني بشكل غير شرعي بعض الناس غشت أدمت للدولة طلبات غير حقيقية وحاولت تنصب على الدولة وأخذت فلوس لأن الدولة قالت نحن نعمل الموضوع بشكل غير معقد وسريع كل إنسان يقدم طلب ممكن يحصل بشكل سريع على مساعدة أنا شخصيا قللي صديقي يعني حصل بعد أسبوع تقريبا أدم طلب على مساعدة 9000 يورو فكثير من الناس يعني أدموا طلبات حصلوا على المساعدات بعضهم قام بالغش وهذا أحد الأشخاص غش سبع مرات يقولوا أخذ 21500 يورو فتم الحكم عليه الآن سنة وسبعة شهر بالسجن ولكن مع وقف التنفيذ يعني إذا بيعمل أي خطأ بيتقول بينفذ عقوبة السجن بشكل كامل الإعلام الإلمانية بتحدث كمان عن نقطة جديدة يزداد فيها عدد الحالات بعد عرس كبير يعني بيقولوا في مقاطعة نوت غين فسفال تحديدا كخايس متمن بين لانغنفلد ومونهايم ارتفعت عدد الإصابات ليوم الجمعة إلى 46 شخص يعني بيتم ربط هذا الموضوع بعرس كبير يعني تم على ما يبدو صار في اختلاط بين الناس وعدم المحافظة على القواعد المعمول فيها وبناء عليه ارتفعت فيها عدد الحالات بشكل كبير وبشكل عام يعني في الكخايس صار في 136 حالة وعدد سكان الكخايس هو 4800 وهذا الكخايس يقع بين ديسلدوف وفوباتال كخايس متمن أيضا الإعلام الألمانية يتحدث عن خلاف الآن بين الشرطة الألمانية والدويتشوبان عن موضوع فرض ارتداء الكمامة في القطارات نحن نعرف أنه في القطارات السريعة المسافات البعيدة وحتى المسافات القصيرة لازم نرتدي الكمامة هذا موضوع الكمامة الآن الديتشوبان يعني شركة الخطوط الحديدية الألمانية يقول أنه نحن ما لنا مسؤولين عن تنفيذ هذا الموضوع لأنه نحن ما يمن مهمتنا أنه نعاقب الناس أو نعطيهم عقوبة اللي هي مهمة الدولة وحكومة المقاطعة وبنفس الوقت الشرطة الألمانية بتقول أنه نحن ما يمن مهمتنا ندخل على القطارات ونطبق موضوع أو نراقب موضوع فرض ارتداء الكمامة وإنما نحن فقط لما بتم استدعاءنا في شخص عبي خالف القوانين فممكن ندخل على القطارات ويعني نخلي القانون هو اللي يمشي ونحقق القانون فصار في خلاف الآن أنه من المسؤول عن موضوع فرض تطبيق الكمامة داخل القطارات في الديوتشوبان فالسؤال الآن هو مسؤولية مين بالضبط أو مين اللي رح ينظم هالعملية بشكل أوسع لما يبدو أنه في بعض الناس مع بتلتزم والسؤال أنه لما ما بيلتزموا مين المفروض يفرض الالتزام على هذا الشخص فانتو شو حسب رأيكم هل الديوتشوبان نفسه هي المفروض تراقب هالعملية والطبقة أم هاي مهمة الشرطة الألمانية ولازم هن يتدخلوا بالقطارات ويفحصوا ويعني يشوفوا إذا عبيتم تطبيق هذا القانون وارتداء الكمامة هاي كانت أهم الأنباء في ألماني لهذا المساء أتمنى أكون أفادكم خلال المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته